لتعليق على هذا الخبر ينضم إلينا من العاصمة الاردنية عمانة المحلل والاقتصادي مازين أرشيد سيد مازين ما أسباب زيادة أسعار الطاقة في تركيا بهذه النسبة 307% منذ 2003 وحتى الآن؟ يعني واضح أنه نسبة مرتفعة جدا الحقيقة وإحنا بنعرف أن تركيا تقوم باستيراد معظم احتياجاتها سواء كان من النفط أو من الغاز من الخارج وبالتالي الاعتماد الرئيس على هذه المادة الأساسية هو من خلال الاستيراد وبالتالي كلما كان هناك رفع نحن بنعرف أن عملية الرفع لأنها التكلفة على الدولة أصبحت مكلفة جدا بما أن العملة التركية ترع عليها تراجع كبير خلال العامين الماضيين وبالتالي هي محاولة من قبل الحكومة لعلى الأقل تحصل على تكلفة التي تم استيراده من الخارج وبيعها في أسواق المحلية سواء كان من القطاع الحكومة أو القطاع الخاص بما أن هناك أمور متداخلة بشكل أو بآخر في تركيا وبالتالي تكلفة الطاقة فاتورة الطاقة أصبحت مرتفعة وحان الوقت يعني تعويض هذه الارتفاع في التكلفة من خلال رفع مشتقات النفط والغاز في تركيا بطبيعة الحال إلى أي مدى يمكن أن يتقبل المواطن التركي هذا الرفع الكبير في أسعار الوقود؟ يعني أنا بشوف الوقت غير مناسب جدا لعملية الرفع إحنا سمعنا قبل عدة أيام هناك عملية تخفيض للفائدة في تركيا بنسبة يعني منتكلم عن 475 نقطة أساس أصبحت حوالي 19.75 بعدما كانت بحدود الـ 24% طبعا عملية تراجع الفائدة بهذا الشكل الكبير من قبل البنك المركزي في تركيا قد يؤدي إلى رفع التضخم مجددا ولو أنه طرأ تحسن على العملة التركية في اليومين الماضيين ولكن عملية تخفيض الفائدة بالتزامن مع ما ذكرته اللي هو رفع أسعار المحروقات قد يعني تعاود مشكلة التضخم مجددا إلى العملة التركية اللي شهدت تحسن خلال الأسابيع الماضية لكن هذا التحسن أصبح رهينة التطورات القادمة بما أنه عملية رفع المحروقات مثل ما ذكرت مهم جدا تؤثر على السلعة الأخرى الغذائية والنقل والوقود الصناعي وغيره وهذا طبعا بالتزامن مع تراجع أسعار الفائدة أنا بشوف أنه الضغوطات الضخمية بالاتجاه المرتفع تبدو يعني واضحة المعالم برأيه نعم يعني هذا التحسن في قيمة العملة الذي تفضلت بذكره إلى أي مدى يمكن أن يستمر ويعني تستمر العملة في اتجاهها الصعودي وأيضا ما مدى استفادت الاقتصاد التركي بكل قطاعاته من انخفاض العملة في الفترة الأخيرة يعني تحسن نسبي لا تزال العملة التركية منتكلم عن 5.56 مقابل الدولار لا تزال النسبة مرتفعة هي لكن عاودت التراجع من مستويات مرتفعة يعني خلال 6 ليرات لكل دولار الآن 5.5 تقريبا لكن تزال النسبة مرتفعة التضخم لا يزال فوق الـ 15% ولو أنه تراجع خلال الشهرين الماضيين بعد ما كان حوالي 19.20 لكن تبقى الأرقام مرتفعة 15% تضخم الديون يعني البنوك التركية لا تزال لديها نسبة ديون مرتفعة نتكلم عن 160 مليار دولار 73 مليار يجب عليها دفعة بنهاية العام الحالي طبعا كل ذلك سيؤثر على العملة التركية وأنا بشوف أن هناك استعجال من قبل البنك المركزي قد يكون إرضاءا لسياسة وتوجه أردوغان بما أنه كان لصالح خفض الفائدة ولكن خفضها في هذا التوقيت تحديدا مع ارتفاع التضخم 15% تراجع النفقات السياحية بواقع 35% بنهاية شهر يونيو الماضي بشوف أنه التوقيت غير مناسب قد يضع أيضا ضغوطات تضخمية في المستقبل شكرا جزيلا على المحلل الاقتصادي مازي نارشيد كنت معنا عبر الأخمار الصناعية من العاصمة الأردنية عامة